اهلاً وسهلاً مستمعين الكرام ومشاهدين الكرام ومواريد برج الجدي وكل عام انتم بخير ونسأل الله انه هاي السنة سنت خير وسعادة عليكم جميعاً السنوات الماضية سنتين مضت كانت مرهقة ومتعبة جداً بسبب تواجد سحل اللي كان موجود عندكم رهقكم ودخلكم فيه اشياء لها اول ما لها اخر يعني ربنا يصبركم ويعطيكم خير من الفترات الماضية طبعاً ما بدي ابلش اواسي واحزنكم واخليكم هيك تعيطوا لا انا حاب انه انتوا تكونوا احسن وتكون النتائج اللي انتوا حصلتوا عليها الدرس تعلمتوا منه وتباشروا حياة جديدة تطور جديد وبأمل جديد ان شاء الله تعالى بالنسبة له هاي السنة السنة هاي يعني المشتري كوكب الحظ اللي الكل بستناه كل 12 سنة انه يوصل لبرجه صار عندكم وهو بعطي حظوظ منحكي احنا حظوظ مطلقة ولكن انه دخلته على الجديد مش انه هو كوكب السعد الكامل عشان يعطي الطاقة الكاملة لبرج المشتري عشان انه يعطي كل شيء عنده هو رح يعطي حظوظ ولكن انه هو في فترات معينة رح يكون ما بعطي حظوظ هسا اللي رح يستفيدوا من هاي الحظوظ او شو نمعية الاستفادة اللي رح تستفيدوها هاي السنة هي على المستوى الشخصي يعني بتحققوا انجازات بتكون الحياة اسهل مما كانت عليه بالفترة الماضية كل واحد كان يعني برجه جديد طالعه جديد او كان المشتري عنده في ساعة ولادته في الجديد نوعية الانجازات هاي بتختلف من شخص لاخر تبعا لخارطه الشخصية والفلكية تبعا لحياته تبعا لعمله يعني ربات البيوت ما بنقدر نقولها مشاريع وانجازات واموال طائلة رح تيجي من خلال صفقات تجارية ربات البيوت يعني هدات بال في راحة رح تصير في البيت كلمتها رح تكون مسموعة حياتها الزوجية بتكون ممتازة المشاكل اللي كانت ضغطة بتكون احسن ممكن انها تتطور في البيت هاد ممكن تشتري بيت ثاني او انه تندقل لبيت ثاني ممكن يصير عندها افراح ممكن يصير زواج ممكن يصير اي شيء يتعلق في كل شخص على حسب حياته وعلى حسب عمله لكن المشكلة اللي رح تواجه انه كثير من موليد برج الجدي او من كل الابراج تحديدا لما سمعوا توقعات او الفلكيين اعطوهم امل كثير على انه طول السنة رح يكون المشتري ورح يعمل لهم معجزات ورح يغير حياتهم انا بتمنى انه هذا الحكي يصير ولكن برضو في نقطة انه هذا المشتري يعني في السنة بتراجع يعني بصير فيه فترة بتراجع فيها والفترة هاي رح تكون من 14.5 لغاية 13.9 فترة تراجع للمشتري تحديدا لما بتصير المشتري بفقد حضوله ما بعطي حضول يعني ولكن برضو ما بيعمل مشاكل ما بساعد على انه يكون فيه مشاكل فالواحد في هاي الفترات ما يركن على الحب بشكل كبير وما يتأمل بشكل كبير على هذه الاشياء ولكن انه بيعرف كيف يستغل الفرص وكيف انه هو يطور بالفرص هاي على اساس انه هو يحقق انجازات ويستفيد من خلالها الآن بالنسبة لزحل زحل ما طلع من الجدي يعني الزحل موجود في الجدي ولكن وجوده في الجدي رح يكون من يعني بيأثر على العشرية الثالثة العشرية الثالثة لسا ما خلصت من الجدي خصوصا موليد من تسعة لتسعة عشر واحد واثنين الجدي الجدي بالمعاناة اللي عاناها خلال السنوات الماضية العشرية الثالثة ما حست بالضغط الكامل زي ما رح تحس فيه السنهاية وخصوصا انه عملية التراجع اللي رح تصير لزحل حتى لما ينتقل للدلو اللي هي تقريبا اثنين وعشرين ثلاث رح ينتقل ماشي اوكي رح ينتقل للدلو انتقل على بيت المال تاعل الجدي ولكن برضو في نفس اللحظة انه هو في اثنين سبعة رح يرجع يدخل على الجدي مرة ثانية فرح يتأذوا برضو موليد العشرية الثالثة الحياة رح تكون اصعب مما كانوا يتصوروا ورح يتحملوا المزيد من المسؤولية اذا تحملوا هاي المسؤوليات وكانوا جاهزين رح يخرجوا اقوى من الفترة السابقة اما اذا تهربوا من المسؤوليات واجلوها لا رح يصير فيه متاعب اكثر ورح يخسروا اشياء اكثر ورح تكون ضغط عليهم بشكل اكبر بعدين بعد المراجعة بعد تراجعه هو رح يطلع ماشي رح يروح على العدله وهو معلم صارم ضاغط مؤدب بيدخل الواحد في تجارب ثقيل الدم ولكن في النهاية انه بيطلع منا ناس تعلمنا عشان هيك اسمه المعلم الصارم يعني يعني ان شاء الله انه الفترات هاي اللي احنا بنحكيها وخصوصا يعني الموليد العشرية الثالثة هاد ولا اللي بدهم يديروا بالهم وبدهم ينتبهوا من هاي النقاط ويحاولوا انهم يتأقلموا مع الوضع هذا ويستغلوا الفرص اللي بتجيهم من الكواكب الثانية بشكل بشكل احسن وان شاء الله انه الامور بتكون ممتازة هسا بالنسبة للكواكب الثانية موليد من 11 واحد لغاية 15 واحد هدولا بيختبروا تغيير جذري في مجال حياتهم بيقلب كيانهم رأسا على عقب ممكن يصير هذا المجال في العمل او في العلاقات الاجتماعية او في العلاقات العاطفية ممكن يكون هذا الاشي لصالحهم لصالحهم وممكن يكون هذا الاشي مش لصالحهم يعني ما حدا بيقدر يحرف هاي اليال بكيف دتيجي لانه في تغيير جذري رح يصير في حياتهم بدهم يكونوا جاهزين لهذا الموضوع على موليد من 6 لغاية 10 تأخذ ايضا من مراجعة المادة ودراستها جيدة خصوصا اللي عندهم امتحانات او عندهم دراسة لانه برضو نبتن اللي موجود في البيت الثالث في فترات رح يتراجع فيها ولكن تأثيره وجوده رح يأثر على موليد من 6 لعشرة فهدولا هم اكثر ناس بدهم يكونوا حريصين واللي منهم حابب انه يشتري سيارة يشدد على فحصها ويحاول انه يركز فيها مضبوط ويقرأ اوراق الثبوتية مضبوط على اساس انه ما ينضحك عليه وما تكون فيها مشاكل ويكتشف هذا الاشي متأخر ويكون خسر فلوسه موليد من 24 حتى 31-12 هدول بيختبروا علاقة عاطفية مفاجئة ما بتخطر على بالهم ممكن يحصل عند بعض النسوة اللي بيعانوا من مشاكل من الحمل حمل مفاجئ غير متوقع البعض من موليد 24-31 ممكن يكسب مكاسب مالية مفاجئة بشكل سريع ومفاجئ جدا برضو بدهم يكونوا مستعدين وبرضو بدهم يعرفوا كيف يستغلوا الفرص اللي ممكن انها تصير بالفترة هاي بالنسبة للمريخ هنا انا بدي احذر من نقطة لانه المريخ رح يكون في البيت الرابع للكم البيت الرابع يعني بيت العيلة بيت الاهل بيت البيت بيت الاصدقاء عملية تواجده يعني بمعنى اخر تحذير من اي شيء له علاقة في البيت بدكوا تنتبهوا من العصبية مع اهلكو مع اهلكو مع اولادكو مع اخوتكو بدكوا تنتبهوا مع الجيران يعني بدها تكون نوع من انواع التعاءة يعني انك تحمل على نفسك شوي لانه انت العصبية رح تكون من عندك والنتائج رح تكون من عندك خصوصا بالفترة اللي هي ما بين 28-6 لنهاية العام وبالنسبة لللي بيشتغلوا في الادوات الحادة والنيران بدهم يديروا بالهم يديروا بالهم مزبوط بالنسبة للسيدات اللي في البيوت من برج الجدي بدهم يتفقد ان الغاز الجرار الغاز تسريبات غاز كاز اي شيء له علاقة بالنيران والادوات الحادة لانه هم عرضة انهم يكونوا مصابين وهذا التأثير المريخ في هاي النقطة تحديدا عليهم واسأل الله انه يكون الامر بسيط ومش مثل الصورة اللي انا قاعد بحكي فيها بالنسبة لكوكب الزهرة اللي رح يتراجع في الجوزاء اللي هي بالفترة ما بين 13-5 لغاية 25-6 هاي الفترة لازم تكونوا اكثر دبلوماسية اثناء التعامل مع الاخرين لاسيما اللي بينكوا وبينكوا بينهم بينكوا وبينهم علاقة محبة وود والزوجات والحبيبات والاحبة بتكونوا تتعاملوا معهم بنوع من انواع الهدوء والتروي لانه ممكن انه توروا على ادفه الاسباب او تعملوا مشاكل على ادفه الاسباب او تفهموا المواضيع غلط فعشان هيك ممكن انه يصير في فراق من وراء هاي المشاكل اللي بيشتغلوا بالاوراق المالية والبورصة برضو بدهم ينتبهوا الفترات هاي مش امنة على هاي الامور اللي بدهم يعملوا عمليات تجميل برضو نفس الاشي بدهم ينتبهوا هاي الفترات لا تصلح لعمليات التجميل اي علاقة غرامية بالفترة هاي اعتبروا انها فاشلة اه فاشلة لانه الوقت ما بيسمح لهذا الاشي اه ما بنصح باي عملية ارتباط او خطبة او زفاف بدكو تنتبهوا للصحة صحتكو اهم شيء بالفترة هاي اللي من 13.5 الى 25.6 صحتكو وبرضو في مجال العمل وخاصة مع الزملاء هدول النقطتين بدكو تنتبهوا لها الصحة والعمل اما بالنسبة للفترات العاطفية فهي من 5.3 حتى 3.4 ومن 19.4 لغاية 25 ومن 7.8 لغاية 22.9 ومن 12 لغاية 28.10 اما بالنسبة لفترات المال فهي من بداية العام لغاية 13.1 ومن 16.1 لغاية 13.2 ومن 5.9 لغاية 27.9 ومن 28.10 لغاية 21.11 بالنسبة لفترات العمل من 3.4 لغاية 28.5 ومن 25.6 لغاية 7.8 ومن 5.9 لغاية 27.9 ومن 28.10 لغاية 21.11 هاي فترات ممتازة جدا للعمل اما بالنسبة للفترات الصعبة اللي رح تمر عليكو واللي هي احنا غير تأثيرات الكواكب اللي احنا ذكرناها هي من 3.1 لغاية 16.2 ومن 20.5 لغاية 22.7 ومن 21.11 لغاية 21.12 وما تنسوا فترة وجود المريخ في الحمل اللي هي من 28.6 لنهاية العام وفترة تراجع الزهرة في الجوزاء من 13.5 لغاية 25.6 ستة بهاي الكيفية اللي الى انا اعطيتكو اياها الروزناма اللي انا اعطيتكو اياها لو سجلتوها تعرفوا تستغله امتى عاطفيا وامتى عمل وامتى مال واchio متى الفترات الصعبة اللي رح تمر علي واللي انا من المفروض اني انا اكون متهيئ نفسيا للفترات الصعبة عشان اعرف اواجهها وايش الفترات الممتازة اللي رح تيجي عشان انا اعرف انا استغلها لها. اتمنى انكم انتم تدونوها وتحفظوها عندكم وتراجعوها في كل شهر على اساس انكم تستفيدوا منها هذا مش تنبؤ هذا توقع فعشان هيك والله اعلم نحكي الله اعلم ممكن كل اللي انا حكيته هذا ما يصير الاجابيات هي اللي تصير الغلط كله او القوف او التنبيهات والانذرات ما تصير فعشان هيك انتم احتياطا يعني يخذوا في رأي العبد الفقير الى الله يعني شو اللي يحكلكوا اياه ان شاء الله ان امركوا بتكون ممتازة وبتكون سند خير عليكم وربنا بعوضكم عن كل اشي فاتكم في النهاية منقول يا رضا الله وارضا الوالدين ونشوفكم على خير ان شاء الله وسمحونا ولا تنسونا من الدعاء السلام عليكم